اشتركوا في القناة مستقرة وصافية على العموم تميز المناطق الشمالية للوطن وحتى الداخلية الشرقية وأقصى الجنوب عن حالة الطقس المتوقعة لهذه الليلة مشاهدنا سنسجل بحول الله أجواء صافية على العموم ومستقرة بالمناطق الشمالية الوسطى وحتى الداخلية والداخلية الشرقية أجواء مغشات تميز المناطق الشمالية الغربية والداخلية وحتى شمال وسط الصحراء وشمال منطقة الوحى تشكل سحب كثيفة تكون مصحوبة بخلايا رعدية وأمطار على المناطق الداخلية الغربي في مستكون الأجواء صافية بالنسبة لمنطقة الصورة وحتى على وسط الصحراء وأقصى الجنوب مع تشكل صحب كثيفة بالنسبة للجنوب الشرقي للصحراء إذن عن درجات الحرارة المسجلة لهذه الليلة 19 درجة بعنبا 16 درجة على الجزيل العاصمة 20 درجة بالنسبة لوهران 10 درجات ببات 11 درجة بالجلفة والبيت 19 درجة بورقلة 21 درجة على غردي 24 درجة ببشر 29 درجة بتندف 26 درجة على عين صالح 28 درجة بإليزي 21 درجة بيتامانرست أما عن حالة التقس المنتظر لسبيحة الغد سنسجل أجواء مغاشات تميز معظم مناطق الوطن بما فيها جميع المناطق الشمالية وحتى الداخلية الوسطى والشرقية وصول إلى جميع شمال الصحراء وحتى أقصى الجنوب شكل صحب كثيفة دائما تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الداخلية الغربية مع أجواء سافية ومشمسة بالنسبة لجميع المناطق الوسطى للصحراء نمور إلى درجات الحرارة المسجلة لسبيحة الغد 21 درجة بيعنا 24 درجة على الجزاء العاصمة 23 درجة بوهران 17 درجة بكل من بيتنا والجلفة 16 درجة 22 درجة على ورقلة وغردي 24 درجة ببشر 24 درجة أيضا بيت دف 28 درجة بكل منعين صالح 35 درجة كأقصى حد بإليزي أما عن الملاحة والصيدة البحري البحر بحول الله سيكون من هادئ إلى جميل بالنسبة للسواحل الشرقية وحتى الغربية وفق رياح شمالية شرقية تصل سرعتها من 5 إلى 10 كم في الساعة أما عن السواحل الوسطى البحر سيكون هادئ وجميل وذلك وفق رياح محتدل غربية تصل سرعتها إلى 5 كم في الساعة نختم نشرة أحوال الطقس بالمعلومات الفلكية شروق الشمس بالجزاء العاصمة وضوحيها سيكون على الساعة السادسة و21 دقيقة أما الغرب سيكون بحول الله على السادسة و18 دقيقة بهذا مشاهدنا نختم نشرة أحوال الطقس إلى اليوم وصابيحات الغد شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة